ليه الشأن السوداني حيث أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بيئة السودان القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول لأيروكنا عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة السودانية ستحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول لانتخابات حرة وننزيها يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه قال البرهان أيضا وفقا لبيان مجلس السيادة الانتقالي أن بعض القوى السياسية بتحاول أن تجغل رأي العام بافتعال مشاكل مع القوات المسلحة والدعم السريع والتشكيك في وطنيتها والزج بها في معضلات بتعيق الانتقال السياسي تسببت فيها هذه القوى برفضها الحوار ومشاركة الآخر الوضع في السودان وقراءة هذه التصريحات من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان شايفها إزاي؟ هو طبعا ما تعرض له السودان من محاولة للانتلاب على السلطة الشرعية في الفترة الماضية كان مؤشرا خطيرا لأن الجماعات التي منيت بالهزيمة والتي تعرضت لانكسار كبير في دول المنطقة وكان المشروع الأهم بالنسبة لها هو جماعات الإسلام السياسي أو ما يدعون بأنه الإسلام السياسي أعتقد أنه الرسالة التي وجهها الفريق أول عبد الفتاح البرهان كانت واضحة لغاية الفترة الانتقالية أو ملامح الفترة الانتقالية كان تم الاتفاق عليها بين يعني معظم أبناء الشهب السوداني وممثلين الآن في الحكومة السودانية ويمارسون العمل السياسي وأعتقد أنه تم التوافق فيما بينهم على فترة انتقالية يتم بعدها إجراء انتخابات حرة ونزيها ونقل للسلطة بشكل مباشر أعتقد أن جماعة الإخوان لم تكن راضية عن هذا المسلك لأنها بالفعل هذا دابوها وهذا يعني ما تحاول دائما أن تلجأ إليه عندما يعني تخسر معركة فتحاول الالتفاف على نتائج ما تحقق ولنا في تونس وأخرها الحكومة التونسية التي أدت اليمين الدستورية أمام رئيس قيس سعيد بالأمس شاهد على ذلك بأنهم يحاولون المرة طول المرة أن يعرف كل هذا الاتجاه رغم إصرار رئيس قيس سعيد على أن يمارس يعني ما الواجب الوطني ويمارس ما وعد به الشعب التونسي بشكل أو بآخر والحقيقة مشهد حلف اليمين الخاص بالحكومة الجديدة في تونس هو بيؤكد يعني بيؤكد حرص الرئيس والتزام الشعب كمان والتزام الشعب والتفاف حول ما قام به الرئيس فهي رسالة مباشرة لهذه الجماعات بأن دورهم انتهى في المنطقة وأنهم انكشفوا تماما أعتقد أن رسالة التي وجهها الفريق عبد الفتاح البرهان كانت واضحة بأنه ملتزم بالسياق الذي تعهد به أمام الشعب السوداني وأنه سيقوم بهذا الواجب أمام الشعب حتى يؤدي رسالته أعتقد أن هذه مهمة الجيوش الوطنية سواء في السودان أو في مصر وأعتقد أن ما يشهده السودان سيؤكده الخطوات التي ستتم بعد ذلك وأنه الجيش هو حارس أمين على مطالب الشعب السوداني تصرحات يعني هذه التصرحات الرسائل التي تحملها يمكن زي ما احنا قلنا أعتقد أنه موجهة لهذا الفصيل تحديدا لا ما هو يعني إحنا قراءتنا للمشهد لم تنفصل يوما يعني أنه ما يحدث في السودان هو ذاته ما حدث في ليبيا وهو ذاته ما حدث في تونس نفس السيناريو المقرر نفس السيناريو المقرر هو هو صحيح ولا يستوعجون الدرس يعني هو المسألة هي هي ولكن هذه الجماعات لا تستوعب دروس التاريخ وأعتقد أن الشعوب لفظتهم والشعوب ترفض منهجهم في السياسة وأعتقد أن ما تشاته حركة النهضة في تونس يعني هو الربط فرض نفسه يعني الربط فرض نفسه ما بين السودان وتونس ما بين السودان وتونس لأن المسألة فيها شيء من التشابه فمسألة أن يمزوي هؤلاء ويبتعدوا عن ما يحاولون الوصول إليه أعتقد أن هذه مطالب الشعوب العربية الآن بعد معاناتنا جميعا مما اقترفوه صحيح